الى القرى المصرية حيث نجح اطباء الانسانية من المتطوعين في برنامج القيادة الانسانية الشابة نجحوا في تخفيف من معاناة المئات من الاطفال والنساء في محطتها الحالية في محافظة الشرقية باستخدام المستشفى الميداني الاماراتي المصرية وذلك في اطار حملة زيد الانسانية العالمية باشراف من وزارة الصحة المصرية ومبادرات انسانية من زيد العطاء وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشرق الخيري ومجموعة مستشفيات السعودية الالمانية في نموذج مميز للعمل الانساني المشترك سجاما مع عام التسامح وتدف مبادرة اطباء الانسانية الى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الانساني بين الشباب وتمكينهم من تقديم افضل خلق خدمات التشخيصية والعلاجية المجانية للمرضى من الاطفال والنساء والمسنين بغض النظر عن اللون او العرق او الجنس او الديانة لاتوا نشروا هذا تذكير بهم العنوين